أعزائي متابعي بوابة ضر الهلال أهلا بكم في نشرة منظية جديدة عن صباح يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر لعام 2022 معلوم لنا جميع أن يوم الجمعة أجهزة رسمية للعملين بأجهزة الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخدمية بالإضافة إلى قطاع العام والقطاع الخاص وأيضا المدارس والجامعات وهذا بالتالي بنعكس إيجابيا على الشارع المصري من حيث أحجام السيارات بحمد الله منذ الصباح الباكر هدوء تام على كافة المحاور والميدين والطورة الرئيسية في زل انتشار خدمات مكسفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل هذا بالإضافة إلى التنسيق التام والمستمر وعلى مدار اليوم الكامل من غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور في محافظات القهيرة الكبرى لامتبع خطوط السير السريعة الصحرى ويوزارعية بوناسبة توجه ساد المواطنين إلى المحافظات الأخرى مواطنة والأصلي لقضاء أجهزة نهاية الأسبوع حيث قامت غرفة عمليات إدارة العامة للمرور بنشر خدمات مرورية مكسفة مدعمة بالأوناش وأيضا بمجموعات الدراجات البخارية وصيارات الإغاسة الفوضية وصيارات الدفع الرباعي والأكمنة السبتة والمتحركة والردارات على كافة الطرق والمحاول الرئيسية سواء داخل محافظات القهيرة الكبرى أو على الطرق السريعة لملاحظة الحالة الموضية والتأكد من التزام قائد السيارات بالسرعة المحددة أيضا خدمات مرورية مكسفة ستكون موجودة في الجوامع الكبرى بمناسبة أداء صلاة الجمعة وذلك بإرشاد قائد السيارات إلى ساحات الانتظار لعدم الوقوف نائية أمام الجوامع الكبرى حتى لا يؤثر تأثيرها مباشرا على حركة سير السيارات ذهابا وإياما أيضا وكتعلمات معالي وزير الداخلية نشرت من السبتة ومتحركة داخل المحافظات وخارج المحافظات للتأكد من التزام قائد السيارات بقواعد وأداء بالمرور وأيضا التأكد من عدم تعاطي قائد السيارات المواد المخدرة والمواد المشاكلة والتي تكون بليها طبعا تأثير سيء على الرحلة أثناء القيادة والتي تسبب كثيرا من الحوادث المرضية ما فيه شك أن هذا اليوم سيكون فرصة للأحياء لسرعة الانتهاء من سحب المياه المتراكمة نتيجة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة الماضية نظرا لأن أحجام السيارات تعتبر قليلة جدا مما يسهل حركة سحب وشفط هذه المياه أيضا قدمات موضية موجودة إرشادية في منافس ومداخل القاهرة الكبضة لإرشاد قائدي السيارات بالسرعة المحددة مع تخفيض السرعة حتى يمكن التحكم في عجلة القيادة نظرا لليونت الأسفل نظرا لسقوط الأمطار خلال 48 ساعة الموضية ولا قد يتأكل لليونت الأسفل فبالتالي يجب أن يتأكل من الصلاحية الفنية للسيارة وأن كوتشوك يعمل بحالة جيدة وأن ضغط الوافي مناسبا لليونت الأسفل مع الالتزام بمضاعفة مسافة التباعد ما بين السيارة وأخرى حتى نتجنب الوقوف المفاجئ مناطي الأعمال تعمل بطاقة منطقتها وتوجد بها خدمات موضية مكسفة مرتكزة ودوريات موضية بالإضافة إلى كممات المرأبة لمتابعة الحالة الموضية مناطي الأعمال في الأجازة الرسمية يومي جمعة والسبت والتأكد مع عدم موجود أي كسفات موضية بنفس الموقع يمكن أبرز ما لدينا اليوم غلق جزء لكبري الجيزة المعدانية تحديدا مطلع الكبري بالحالة اليمنى فقط بالمطلع القادم من ربيع الجيزة اتجاه مناطق الجيزة وذلك لمدة ثلاثة أيام بسبب استكمال أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية لتحقيق السيولة الموضية وتوفير أعلى معدلات الأمان والسلامة للطريق أعلى كبري الجيزة المعدانية خدمات الرشادية موجودة من نفس الموقع لرشاد قائل السيارات ودي فرصة بمناسبة لأن اليوم أجازة رسمية حتى يمكن عمل إصلاحات وتطريب في الكباري وفي المناطق اللي بيكون عليها دائما كسفات موضية على المدار اليوم الكامل بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين تجنبنا لمناطق الأعمال ده شيء مهم جدا في الأجهزات الرسمية حتى نحقق السيولة الموضية في الشرع المصري أيضا مناطق تجارية والتي ترد عليها المواطنين بمناسبة أجازة نهاية الأسبوع توجد بها خدمات موضية مكسفة مرتكزة ودوريات موضية بالأضافة إلى الأوناش لمنع الانتظار الخاطئ أو الوقوف الممنوع أو الانتظار الثاني أو الثالث حتى لا يؤثر تأثيرها مباشرة على حركة صير السيارات ذهابا وأياما مع إرشاد قائدي السيارات إلى مناطق صحية الانتظار دائما في نهاية الفقرة الموضية بالناشر السادة قائدي السيارات الالتزام بقواعد وعداب المرور التعامل مع رجال المرور وإن شاء الله رحلة سعيدة للمصريين